انا بكم مشاهدين لفقرة الاقتصاد يحضر معنا الزميل عبدالصمد صالح عبدالصمد صباح الخير صباح الخير عبدالله اذا نبدأ من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس الذي اختتم فعالياته بتسجيل ارقام قياسية نعم ارقام قياسية على مستوى تعديد عبدالله ما يتعلق بعدد الزوار بعدد العارضين وايضا بعدد الدول التي شاركت في دورة هذه السنة سجلت الدورة الحادية عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب رقما قياسيا في عدد الزوار الوفدين والذين قدر عددهم بمليون زائر المعرض الذي نظم بمدينة مكناس بين السادس والعشرين من ابريل وفاتح ناي تجاوز التقديرات والاهداف المسطرة لهذه الدورة والمحددة في ثمانمائة وخمسين الف زائر وعرفت الدورة مشاركة ممثلين عن ثلاثة وستين بلدا وهو رقم قياسي في تاريخ هذا الملتقى الدولي فيما بلغ عدد العارضين حوالي ألفا ومئتي عارض كما شهد الملتقى توقيع ثمانية عشر اتفاقية شراكة وتميزت الدورة بعقد ثلاثين ندوة وورشات ومنتديات كان أبرزها الندوة الوزارية حول تأقلم الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية وعرفت مشاركة ثمانية عشر وزيرا من دول إفريقية في سياق التحضير لمؤتبر كوب 22 المرتقى بتنظيمه في نوامبر القادم بمدينة مراكوش ارتباطنا بموضوع التغيرات المناخية يعني هنا نسجل تقصير عدد كبير من كبار المستثمرين عبر العالم في المساهمة في التصدي لهذه الضاعة نعم دراسة رصدت هؤلاء الكبار المستثمرين عددهم 500 على مستوى العالم قلة منهم من يساهم بشكل فعال من خلال استثماراتهم في تقليص التغيرات المناخية أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم أن ما يقرب من نصف أكبر 500 مستثمرين في العالم لا يفعلون شيئا للتصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال استثماراتهم ووجدت تقرير لمنظمة مشروع الكشف عن أصحاب الأصول أن 97 مستثمرا يديرون أصولا تبلغ قيمتها الإجمالية 9.4 تريليون دولار هم فقط من يتخذون خطوات ملموسة للتخفيف من ارتفاع درجة حرارة الأرض وقال التقرير أن 157 مستثمرا آخرين يديرون أصولا تبلغ قيمتها الإجمالية 14.2 تريليون دولار يتخذون خطوات أولية نحو التصدي للتغير المناخي بينما يقف 246 مستثمرا يديرون أصولا قيمتها 14.3 تريليون دولار مكتوفي الأيدي ولا يفعلون شيئا على الإطلاق للتصدي للظاهرة في العراق أرقام قياسية جديدة تسجيلها صدرات النفط رغم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد نعم ورغم الدعوات للحد من إنتاج النفط في دول العالم مختلفة هناك دول كثيرة تتصابق نحو الرفع من إنتاجها ومن بينها العراق سجلت صادرات النفط الخام العراقية لشهر أبريل الماضي رقما قياسيا غير مسبوق وصل إلى 3.364.000 برميل يوميا عبر موانئ التصدير في الجنوب العراقي وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعا أرقاما قياسية غير مسبوقة وحققت إرادات مالية بلغت 3.343 مليون دولار بسعر تجاوز 33 دولار للبرميل الواحد وبلغ مجموع الكمية المصدرة من حقول وسط وجنوبي البلاد عبر الموالي الجنوبية أزيد من 100 مليون برميل عبد صمد دوتش بانك تحت الأضواء البريطانية الكاشفة بسبب ما يبدو أنه تسهن في التعامل مع عمليات لغسيل الأموال عمليات غير قانونية متعددة على رأسها غسيل الأموال والأضواء مرة أخرى عبد الله بعد العقوبات التي سلطت على البنك من طرف بريطانيا والولايات المتحدة سابقا ذكرت صحيفة فينانشال تايمز البريطانية أن هيئة الرقابة المالية في البلاد اتهمت مصرف دوتش بانك الألماني بالتقصير الشديد في الرقابة على بعض العمليات غير القانونية وفي مقدمتها عمليات غسيل الأموال وأشارت الصحيفة إلى ما ورد في خطاب بعثت به الهيئة إلى أكبر مصرف تجاري في ألمانيا من أن المصرف التابع لدويتش بانك في بريطانيا ظهرت به أوجه قصور ممنهجة في مجالات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات الاقتصادية نختم بخبر وصول أول سفينة سياحية أمريكية إلى كوبا منذ أكثر من خمسين عاما العداء ينقلب ودن الآن وعلاقات اقتصادية ستبدأ في التطور شيئا فشيئا عبد الله من المقرر أن ترسوا في العاصمة الكوبية هذان اليوم أول سفينة سياحية أمريكية تزور البلاد منذ نصف قرن الرحلة السياحية تأتي في أعقاب تخفيف الولايات المتحدة القيود المفروضة على السفر إلى كوبا في ظل تقارب أوسع بين الجارتين وكان نحو سبعمائة راكب على متن السفينة أم في أدونيا عندما أبحرت من ميام أمس وخلال الرحلة التي تستمر سبعة أيام ستقوم السفينة بالدوران حول الجزيرة حيث ستتوقف في كل من العاصمة هافانا وسانتياغو دي كوبا وسيين فيغوس هذا كل ما لدي عبد الله شكرا لك عبد سمد الصالح مشاهدين متواصلون معكم على قناة الميديا انتفي ضمن هذه الفترة الإخبارية الآن فقرة تقول الصحف من توقيع زميلة صحر مسلمان لكن بعد هذا الفاصل القصير رجعوا أن تتفضلوا وتبقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة